لماذا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ لأن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فيه تقوية للمشركين اقترار الناس بهذا الفعل الأصل يا أخوان نكثر سواد من أهل السنة ولا يمكن نكثر سواد أهل الباطل فما بالك بأهل الشرك والضلال خاصة في أعيادهم واحتفالاتهم وتقوسهم والشركيات والبدع إذن لا يمكن أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا في مسج الضرار ما علاقة هذه الآية بالباب؟ قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا إيش العلاقة؟ من يعرف؟ لا علاقة خطأ من بعض النساخ إن شاء الوقت جيد نكون ننتهينا إن شاء ما في شكا نعم الذبح لله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في مسجد ضرار يصلي لمن لله لكن المكان يقرر في الكفر والإرصال والتفريق والمحاربة قال لا تقم فيه أبدا إذن الصلاة عبادة والذبح لله عبادة لكن المكان يذبح فيه لغير الله طيب